تتوسع المعارك في اليمن يوما بعد آخر وكلما توسعت ضاقة الأرض بالمدنيين وما عليها لا تخل الأماكن من قصص الضحايا ولا من مأساتهم خاصة تلك المأسات التي تأتيهم من السماء على شكل قذائف وصواريخ فعلى هذه الأرض ثمت من يموت عاجزا دون خبز وعلاج وإيواء وثمت من مات في بيته نتيجة غارات جوية أرض وصفتها الأمم المتحدة قبل أشهر بالجحيم ليس على فئة معينة وحسب وإنما على الجميع في بلد تتصدعه الحرب وتشيعه حيا من الصعب الوصول إلى أرقام دقيقة للضحايا المدنيين من غارات التحالف خلال خمس سنوات من بدء عاصفة الحزب فالأوضاع الإنسانية المأساوية في البلاد التي تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة جعلت وقع الأمر مضاعفا على اليمنيين ارتكبت تحالف مجازر عديدة بغارات أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس وفي كل مرة كان يطل المتحدث باسم التحالف لإنكارها وما يلبث إلا أيام قليلة وبعد ضغوط دولية يطل مرة أخرى للاعتراف ليصفها بالخاطئة من أبرز الغارات الجوية التي استهدفت المدنيين قصف التحالف وقصف حافلة مليئة بالأطفال في صعدة راح ضحيتها أكثر من أربعين طفلا وقصف حفل زفاف في أحد منازل محافظة حجة والتي أدت إلى مجزرة مروعة بأكثر من خمسين قتيلا وجريحا بالإضافة إلى قصف المدينة السكانية في المخى ليسقط فيها أكثر من ثمانية وسبعين قتيلا ويصاب أكثر من مائة وخمسين آخرين أما العدد الأكبر للضحايا فكان من نصيب ضحايا القاعة الكبرى في صنعاء حين كانت مكتبة بآلاف المعزين في وفاة والد وزير الداخلي المعين من قبل ميليشيا الحثي جلال الرويشان حينها شنت طائرات التحالف غارة أدت إلى تناثر أشلاء سبعمائة وخمسين مدنيا بين قتلى وجرحا وغيرها الكثير في لاحج والحديدة وتعز وذمار وعدد من المحافظات ربما قلت عدد الغارات الجوية خلال الشهور القليلة الماضية لكن آثارها والمخاوف منها ما تزال وستظل حاضرة في عقول وقلوب اليمنيين كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر